اهلا بيكم انا يوسف نوفل والنهاردة هنتكلم مع المثال لابتخدام string المثال عبارة عن جدول في اسامي و اعمار اربع اشخاص عالي و برعي و ذاكي و حسن و كل واحد له سن معين عشان انا نفذ الكلام ده بالبروغرامنج محتاج احكز variables اشيل فيها الاسامي واحكز variables تانية اشيل فيها الاعمار فانا سميت ال variables اللي تشيل الاسامي id1, id2, 3 و 4 و اللي تشيل المكافئ العمر بتاعها بتاع نفس الاسم id1, id2, h و حكزا ال variables اللي انا هحكزها و شكل الذاكرة جوه الكمبيوتر تبع زي الادراج اللي انا راسينا اصابة طيب عندك variable اسمه ده id1 وجوهه المفروض علي و نوع الدرج ده string و عندك variable تاني اسمه id2 وجوهه برعي و نوع الدرج ده string و هكزا و برضه بنزل ال variables اللي بتشيل integer number زي id1, h و جواهه 20 و نحه integer و id2, h و جواهه 21 و نحه و هكزا اول حاجة عشان اقدرست لاختم ال string لازم اكتب hash include string في الاول بعد hash include iostream و بعد كده اعرف المتغير عادي خالص زي ما اعرف اي متغير ف يبقى string id1 بتساوي بن double quote عليه و string id2 بن double quote بوراي و string id3 equal بن double quote و نقفل طبعا بسميكولر و بعد كده string id4 equal بن double quote حسن بتقفل بسميكولر و بعد كده زي ما بتعرف اي integer number في id1 underscore h equal 20 بنوع انتجر و هكزا بن 4 بعد كده نيجي لل output وهو cout ف اول حاجة انا في ال cout بعرض id1 من غير double quote فيعرض القيمة اللي جوه ال variable اللي اسمه id1 و بعد كده بين double quote is وبعدين id1 underscore h فيعرض القيمة اللي هي 20 اللي كانت متخزنة جوه ال variable وبعد كده يعرض كلمة years old لعشان انا كتبها بين double quote وبعد كده endL endLine و endLine هينزل بسطرين وينفذ بقيت العوامر نفس الكلام بس بالنسبة ال id2 وبالنسبة ال id2 underscore h و برضه بالنسبة ال id3 و id3 underscore h و بالنسبة ال id4 و id4 underscore h الاوفوت لما تيجي ترن على الكنسل فهتلاقي يطلع لك اول حاجة اللي هي عالي مسافة is 20 و بعدين years old بعد كده ينزل سطرين و يكتب براي is 21 years old وهكذا ينزل سطرين زكي is 18 years old و بعدين ثلاثي شكرا موسيقى موسيقى موسيقى